أكد رئيس عبدالفتح السيسي حاجة الدول الناشئة إلى مزيد من التمويل منخفض التكلفة في ظل الزروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وفي مداخلة خلال جلسة حوارية ضمن فعليات اجتماعات البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ قال السيد رئيس إن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف مطالبة وهي مطالبة بمساعدة الدول الناشئة في ظل التحديات التي يشهدها العالم حاليا اسمحوا لي أن أسجل هنا أن هذا الأمر محتاج لمزيد مزيد مزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت على العالم خلال كوفيد 19 سنتين وأيضا تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية يعني أنا أريد أن أقول أن في الظروف الاقتصادية الصعبة ديّة اللي بتمره بالعالم كله يمكن تكون مؤسسة التمويل متعددة الأطراف يعني محتاجة تدخل مزيد من التمويل منخفض التكلفة حتى تساعد الدول اللي هي الاقتصادات الناشئة وحتى الضعيفة في ظل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها بالنسبة طبعا لتعاون البنك مع مصر أنا بسجل برضو تقديري ليه هنا احنا بنكلف محفظة استثمارية تصل للواحد وثلاثة من عشر مليار دولار والحقيقة بنتطلع للمزيد